اشتركوا في القناة 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 المنسوب الثالث عندنا اللي هو منسوب الطريق او الجسر بتاعي برضو زي ما اتفقنا ان ده ميل ترابي او طربة فبالتالي الطربة بتاعتي مابتقفش بزاوية قيمة فبالتالي باعمل الميل اللي قدام ده اللي هو الاسلوب ده بينقل من البرم طيب قلنا برضو ساعات بيديني منسوب اضافي ان انا عندي بيديني منسوب حاجة اسمها الاند ليفل يعني انا مثلا بنكون عندنا المجرى المائي وهي عندنا ده الطريق فانت بتبقى ماشي بالعربية او ماشي باي وسيلة مواصلات وبتلاقي على شمالك المجرى المائي وعلى يمينك ارض زراعية ما بنلاقيش ابدا الارض الزراعية ماشي في منسوب الطريق لكن بنلاقيها بتنزل بميل او بتلاقيها منصف ده شوية عن الاي الطريق وبردو زي ما اتفقنا ان ده ميل ترابي فلازم ننزل بسلوب ولو ده بالنسبة لنا اساسية التراع Osmanت طبعا اللي قدامنا بنلاقي زراع هيا منصوب المياه في هو الجوعeme من الفced کو ي Canada ده şöyle مشكلب مجسم تعчески مع ان انا هذا بالنسبة لنا الترابي اللي نفس المناسورة fitness & spa سيطلع بميلゆだから يستطيع البرم وفد من البيرم للبنك sunlight وبعد那ياه ينزل الناحية الثانية البلد بملد عكسي يعني لدينا هذا الميل من البنك او من البيرم للبنك النزل 132 rally 89223619 first he gather at the sky cloud and in reverse becon like 322 برضو الناحية التانية بيكون ثلاثة لاثنين. عندنا طبعا لما نجي نرسم ان شاء الله نجي نرسم اول حاجة عندنا تقسيمة اللوحة بتاعت الراية بتاعتنا مختلفة شوية عن تقسيمة اللوحة بتاعت الاستيب. اول حاجة طبعا الحاجات المطلوبة مننا برضو المساكت اللي بتبقى مطلوبة هي نفس المساكت بس الفكرة كلها في الترتيب بتاعهم بتغير طيب لو احنا بصنا من فوق كده للمجرى المائي بتاعنا هنشوف ايه هنشوف البلان طيب ايه ايه اول حاجة هنشوفها طبعا الترعة بتاعتنا لو لاحظنا في الغالب بتبقى الترعة بتاعتنا لو اخدنا خط في بيقسم للبيد اتنين هلاء ان الخط ده بالنسبان لها كنه بحور التماسل للترعة بتاعتنا فييمين زي شمال فاحنا مش مطالب بني ان انا نرسم الناحيتين انا ممكن اطلق ممكن اقسم الترعة بتاعت نصين وارسم نص يمين او نص الشمال فالايزومتريك اللي قدامنا ده هو اواخد بس الخط ده خط في السنتر يعني ايه ده بالنسبة لنا بيه اسم البت ده نصين طيب ده البت لفل طبعا اول حاجة ما بص من فوق في البلان هشوف طبعا ايه هشوف ده خط السنتر لاين وبعد كده هشوف الخط اللي هو النهاية اللي هو مسافه افقية انا اشوف الخط ده وبعد كده الخط ده وبعد كده هشوفو برم بتاعي البرم بتاعي عادي هو مسافه اصلا افقية فبالتالي انا هشوف cups عادي جدا ووهشوفو بابعاده الحقيقة تمام طيب بعد كده هشوف برضه الميل اللي هو من البرم للبانك هشوفه برده كمسقة افقي تمام فيحنا لما نيجي نجيب طوله هنجيب طوله على المسقة الاوفقي واحنا نرسم البلاج ا соответственно عند البانك طبعا البنك لو مديني لعرض بتاعه البنك بالنسبة لي لو مديني لعرض بتاعه باخد العرض بتاعه وبقيسه وبرضو البنك بالنسبة لي بيبان عندي بالبعد الحقيقي بتاعه وان هو اصلا مسكت افكي او هو مسافة افكي نبص كده سريعا على رسم لوهة الراي لما لجي نرسم لوهة الراي ما بين لوهة الراي دايما بتتواكيب سكيل اما 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 ان في الواقب هنبص كده سريعا بالفرق في twenty two لوهه الرايه تحتوى البنان ولمان colis في اثنين سايد فيو بس احنا بنرسم واحد بس منهم يعني هناخد سايد فيو مثلا اللي هو على اليمين بس فقط لغيره فيبقى الاختلاف اللي ما بلنا فيه موضوع سايد فيو هنا اليفيجن و بلان برضه نفس الكلام اليفيجن و بلان تمام اللي يختلف بس اننا عندي اليفيجن جانبه سايد فيو لكن هنا البيلان هو اللي جانبه سايد فيو حسنا حل مسأله سريعا على موضوع الترع و رسم الترع و المناسيب الاساسية و كيف نجيب البيلان و كيف نجيب اليفيجن و كيف نجيب سايد فيو المسألة اللي قدام نقول تسريك وائر تدرو ان تو سكيل واحد امية زي ما اتفعلنا الان تو سكيل بتاعنا في راية واحد امية واحد الاخمسين و طبعا في الكلام ده على حسب ما الدكتور يدهو لك يقول لك السمدينة الافيجان اللي هو مسقط رأسي وبعد كده يقول لك plan اللي هو المسقط الافقي وبعد كده side view اللي هو المسقط الجانب وفع كنال لترعى according to the following data تقل لي البيانات اللي هو ميديها لك بالوقت أول حاجة الbed level هيدهولك المنسوب بتاعه يقول لك 9 متر بعد كده يقول لك البرم level اللي 11.5 متر بعد كده عندنا البانك level 12.5 متر لاند level 11.5 متر بعد كده عندنا مديك منسوب المية في الترعى طبعا منسوب المية ده احنا مش هنحتاجه غير بس سواء برسم اللي هي بتباني الترعى بقطعها كشكل شكل من الحرب بقابت اوقع عليه منسوب المية لكن في البلان والاليفيجان انا مش بحتاج منسوب المية في حاجة بعد كده عندنا البيد ويتس اللي هو اربعة متر مديك عرض البيد نفسه فيبقى دلوقتي المسألة بتاعتي بيديني حاجتين اساسيتين بيديني البلز وبيديني العرض وبينديني العرض وتعديك للبانك وتعديك للبانك Flight لكن المسافه اللي بش بديها لك بالمسابية العرض بالنسبه الأن Yeti بناحسب بكوانين وهنا اعرف ازاي نہق فعندينه بإتمام ال puts Pid ودينا ال BEIC northwest العرض بنت وهي 500 فالотриaga انragtfire خط قطع في نص البد بتاعت الترع فهبص لقي ان انا عندي النص اليمين زي النص الشمال فاحنا هنرسم نص الترع بس طيب بعد كده عندنا بيقول لنا السايد اسلوب عندنا اتفقنا ان احنا عشان نتنقل من منسوب لمنسوب في التراب ما بنتنقلش رأسي بنتنقل وفقه بنتنقل بميل يعني بزاوية ميل فهبيبع عندنا فيه اسلوب بينقلني من البد للبيرم واسلوب تاني بينقلني من البيرم للبنك فبيقول لك السايد اسلوب فرون بيد تو بيرم واحد لواحد يعني الخط بتاع ميل بزاوية 45 وبعد كده عندي بيقول لي السايد اسلوب فرون بيرم تو بانك بساوي 3 الاثنين دايما السلوب اللي بدي هنا بديك دايما الرقم الاولاني الكبير ده هو عبارة عن المسافة الافقية والرقم التاني اللي هو اتنين الصغار ده المسافة الرأسية يعني لو هنمشي اكينا بنعمل مستطيل فهنمشي ثلاثة افقي ونطلع اثنين رأسي عشان خطر نحقق الميل بتاعنا طيب قدامنا الرسمة اللي قدامنا دي هي عبارة عن رسمة الداة اللي انا اتكلمنا عنها اما الوقت سنرسم ايه اول حاجة نرسف الشاشلة سوف نرسمه النحية او النحية او نرسفها انه او. اول حاجة نرسف انا نرسف خط افوك الذي هو البد طبعا اتفاقنا ان نرسف نصف انا عرضista هؤلاء خط منتصف الترعة اول حاجة سنقاس المسافه. مصفنا سنقاس انه المسافه المسافهة البيد طبعاً بادته أقصى الغد نص عرض البيد بعد ذلكẻ عايزيين نعمل النسلوب من البرن للبي د أفترضت إنه من surprised 9 هل يمكنني الصين الخطي الان من 11.5 حسنا سوف أرسم أي خط أفقي على مسافة فرق المنسوبة 11.5 مواقس 9 مواقس 2.5 متر أرسم خط أفقي حسنا أريد أن أرسم الميل الأولاني الميل الأولاني هو From Bed to Burn الميل بتاعنا واحد يعني في زوى 5 بل فهاجم نقطة النهاية نقطة نهاية البد يعني نقصت مسافة 2 متر نقطة هنا في نقطة نهاية هبدأ أخد منها بمسلس زوى 45 أو همشي واحد أفقي واحد رأسي يبقى أنا جبت نقطة تانية أبدأ أوصل نقطتين ببعض لغاية لما خط الميل بتاعي يقطع البرم يبقى هذا كده بداية البرم بتاعي وأي زيادات في الخط وراء أشدها بعد كده أنا عايز أرسم عرض البرم بتاعي فعرض البرم بتاعي مستنتك إحنا ممكن دلوقتي نحسبه من الرسم أو ممكن نحسبه بالقون إحنا حاليا من دلوقتي هنحسبه من الرسم ونقول برضو إزاي نحسبه من الكنون طيب فطبعا لو لاحظت هلاقي البرم بالنسبة لي مسافة أفقية محصورة ما بين إيه؟ محصورة ما بين الاسلوب اللي هو بيقلني من البد للبرم ومحصورة ما بين الاسلوب اللي بيقلني من البرم للبنك فبالتالي أنا رسمت الاسلوب الأولين لو قدرت أرسم الاسلوب الثاني يبقى هو الاسلوبين اللي أنا رسمتهم دولة حصرولي المسافة البرم يبقى كده أنا استنتجتها بالرسم وأقدر أجيب المصدرة وإسها يبقى أنا عرفت عرض البرم بتاعي الزي طيب لما نيجي بقى نرسم الاسلوب الثاني برضو لما بنيجي نرسمه نفس نقطة النهاية بتاعت البد يعني أنا لا يطلعك لأرسمة من فوق أو من هنا لا اطلع رسم overthGo e wonderful وانتطلع اى تنين رأس يبلغ النقطة دي بانا ن nasty وهذه النقطتى النقطة تق стала واعين على الاسلوب ثم حسنا ألعي تواطفلك بمسافة أرسمه لغاية البد همشي بخطة المنقط لغاية ما يقطع للبد أول ما يقطع للبد أبدأ أخلي الخط بتاعي متصل عادي خالص طيب الخط بتاعي انتهي فين؟ هينتهي عند منسوب البنك أنا محتاج ان انا اوقع المنسوب بتاع البنك هنوكع ازاي؟ أنا اتفقنا ان المنسيب بتاعتنا فيه المنسوب الخط ده هو عبارة عن المسافة من البنك لالبد المسافة دين جيبها ازاي؟ عن طريق فرق المنسوبين أنا عمدي منسوب البد تسعة ومنسوب البنك اتناشرة ونصف يبقى احنا هنقيس اتناشرة ونصف ناقص تسعة اللي هو بنسبة لنا ابوارة عن ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف انا جبت خط اوفوكي رسمته أول ما يقطع الميلي بالزيادات الوردي انا مش محتاجها وابدأ اشوف البنك بتاعي عرضه قديق فهو قال لي في المسألة ان البنك بتاعي الويتس بتاعه الريد بانك ويتس خمسة متر وليفت برضو زيه خمسة متر يبقى ده بالنسبة لنا عبارة عن ايه؟ خمسة متر يبقى ده بالنسبة لنا اللي هو عرض البنك طيب بعد كده طبعا ايه هو مديني منسوب اللند قال لي ان انت هتنزل اللند بتاحتك احداشرونس طيب هو المشكلة ان هو مش مديني الميل اللي انا هنزل بيه فاتفقنا ان احنا بناخد الميل بتاع اللند اللي هو اللي هينقل من البنك لللند هو نفس الميل اللي بنقل من البرق للبنك اللي هو تلاتة لاتنين فبردو هنمشي تلاتة وفكي وننزل اتنين رأسي يبقى احنا كده جبنا مين؟ يبقى احنا جبنا اللي هو الميل بتاعنا فوجد نصب اللندين ن meme allamenor وطبعا مننع المنصوب بتاعنا بنفس الطرية التي وقعنا من المنسب learned before طبعا ده بنسميه منصوب اللانت طبعا بنكتب على المنسيب بتاعتنا كل لها وبنكتب المسافات بتاعتنا اللي هم التاني يعني ما دينا عرض البنك خمسة متر بكتب كده يمنشن عرض البنك بتاعي خمسة متر بكتب البد بتاعي بكتب اللي هو نص البد بتاعي اثنين متر تمام وبعد كده بنهشر التأشير بتاعنا هنا بيكون تأشير تربة تمام بنتهاش هنتفق عند الوقتي هنتكلم بعد شوية عن انواع التأشير بتاعي فحاليا دلوقتي اهم حاجة الخطوط العريضة بتاعتنا اللي هو الشكل اللي احنا رسمنا ده والتأشير دلوقتي هنرفعنا بنهشر ازاي طيب بعد كده عندنا هنرسم من هنرسم البلان فالبلان بتاعنا لو لاحظنا ان البلان هو عبارة عن القناة بتاعتي او الترع بتاعتي ممتدة جوه أنا بارسم بلان من فوق فلا مش عارف هي ممتدة قده جوه ومش عارف هي ممتدة ايه نحيات تانية فبالتالي انا طرامه حاجة انا مش عارف هي ممتدة قده فباخد ايه باخد ايه باخد اكيني باخد اقطاع فيها او جزء منها فباخد خط اقطاع تمام ويه خط اقطاع المسافة مثلا ما بينهم تبقى مسافة معقولة ان انا ايه اه درحت الداتة عندي وتبقى المسافة بتاعتي مش ملومة اوي اللي هو هتبان ان الشكل بتاعي بيكون وحش فأول شيء سأرسم من فوق هنا لكي أرسم البنان بتاعي فأول خط سأرسمه طبعا معنا خط الـ centerline هو ممتد معنا ثاني خط سأرسمه عندما أرسمه الخط ده اللي هو ممتد الجو طيب أنا سمته بقى بالمسترة هاجي كده أنقل الخط ده مش أفقي بالمسترة الحرف تي أجيب الخط ده طيب بعد كده عند الخط الثاني أجي من قصاد الخط ده من النقطة دي وأمشي قصادها بخط أفقي بالمسترة حرف تي بقى أنا جبت كده إيه جبت الخط اللي هو اللي تحت ده اللي هو نهاية البن والخط اللي فوق اللي هو بداية من البرن طيب الخط ده والخط ده 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 منسوب وده منسوب فإحنا اتفعنا أننا بنتنقل ما بينهم عطارق ميل طيب الميل بتاعي بيكون كام؟ ميل بتاعي اللي هو نفس الميل واحد دوائد فبالتالي الفكرة بس أنا بصيت من فوق فأنا شفت مسافة أفقي يعني أنا لما جيت رسمت هنا أنا رسمت الميل اللي أنا لسمه ده الميل بتاعي اللي هو اللي هو ده كده اللي هو اللي هو بالنسبة لنا الميل ده فأنا لما بشوف المسقط الأفقي بشوف إيه؟ بشوف الحتة دي كده دي كده اللي أنا بشوفه الجوز ده فبالتالي أنا بحتاج إن أنا جيب إيه؟ الإسقار بتاعي على الأفقي طبعا هنتكلم دلوقتي في القوانين وهنعرف كل بعد إحنا جيبناه ازاي؟ طيب بعد كده عندنا مين بعد كده عندنا طبعا البرم بتاعنا طبعا البرم خلاص إحنا رسمين كل بساطة بس هناخد نقطة من هنا ودى النقطة بتاعتنا دي هرسمنا الخط ده كده ودى النقطة التانية هرسم الخط ايه التاني ده نكمل معي بقى كده المسافة دي بالنسبة لي عرض البرم بتاعي ونكتب علي المنسوب بتاعي طيب بعد كده عندنا مين بعد كده برضو عندنا الميل احنا رسمنا بدايات الميل ونرسل النهايات الميل اللي هناخد من قصاد النقطة دي خط وط كده طيب طبعا الدف منسوب الدف منسوب بالتالي 1-500 فبالتالي المسافة دي كده هي عبارة عن المسافة الايه؟ اللي هي الده اللي هي اسقاط على البوف Victor طيب بعد كده عندنا البانك بتاعنا البانك بتاعنا منسوب 12.5 وعرضهم خمسة متر فبالتاني انا خلاص انا رسمت بدايته هجيب بس النقطة اللي في النهاية انا كده ايه رسمت البانك والميل اللي هنا برده بنفس الطريقة هجيب النهاية بتاحت اهو والمسافة بتاحته اللي هي كده وبعد كده البانك بتاعتنا ممتده بقى الى مالة نهاية جوا فانا مش ايه هجيب بس جزء منها كده واحد سنتي او اثنين سنتي بعد كده انا متخطط طبعا للمنسيب بتاعتنا ونكتب الميول الميول دلوقت هنعرف وحق اتقاد بازاي طبعا طبعا امبص كده هنبص على مين علي الفيجن لكن باجين وقف كده وابص في الاتجاه ده كده فاول حكا اشوف الخط ده واشوف المنسوب ده والمنسوب ده وهو هما ثلاث خطور بشوف الناي منشوف المناسيب بتاعنا كابعات حقيقية يعان فرق منسوبين على طول تسعة والتاني حداش ونص يعني المسافة منهم على طول حداش ونص نقص تسعة يبقى كده شفت المنسوب اللي هو الخط البد وشفت خط البنك شفت الخط بريikkنا زي ما اتفقنا ونقوم بريد منسوب البرن بتاعنا ل pam으로 repeat انا كده من الخط بد منسوب البرن بتاعنا ل 11.5CHM promoter ASsequentlyegoom ناخد الخط بتاعنا وبعد كده من البرن من البنك طبعا المنسوب بتاع البنك بن 10.5 وده من 10.5 بالمسافة بينهم 1 متر طبعا بسكيل 1 دمية عن اللي هي 1 سنتي طيب فهنبدأ ايه نيسل ايه نجيب الخط ده طيب انا برضه الخط ده من الخط ده الخط ده في منسوب وده في منسوب فاللي بين إن ما بينهم بين إن ما بينهم بالإن ما بينهم ميل عشان خطر كده انا هشرط هنا تهشير ميولي عشان اعرف الي لبص ان ده مش مسافة قفقة لا ده ميل نكتب الميول بتاعتنا عليه الميل الاولاني بتاعنا واحد لواحد اد الميل هوا واحد لواحد وبعد كده الميل التاني 3 ل 2 وبعد كده بنكتب المناسيب بتاعتنا اللي هي البنك 12.5 والبيان 11.5 والبيان 11.5 والبيان 9.5 المسافات طبعاً هذه المسافات دي احنا بنحسبها مش بتتكتب على الرسم فاحنا فكرة بس احنا موضع هنا هنا عشان خاطر الشرح بس مش اكتر لكن عندنا المسافة دي كده يعباره عن منسوبة بيرن نقص منسوب البيتر الي هو ازا بانتفقنا 11.5 مستسعى الي هو دينكو نوص متر المسافة دي كده يعباره عن منسوبة البنك نقص منسوبة البنك فاللي هو 12.5 مستسعى الي هو احداشر ونصف ادنا ايه ادنا المسافة دي بقى ده بالنسبان عباره عن ايه ده الي فيجن طبعاً الي فيجن طبعاً الخط ده نبصينا كده هيبقى تحته طربة فبنهشر تهشير الطربة الي هنعرف انواعهم دلوقت هنعرف انواع التهشير ببنك طيب نيجي بعد كده بقى نكمل نيجي بس نكمل بعد كده ايه احنا طبعاً اتخلاص احنا رسمنا الرسمة بتاعتنا هنتكلم هنرجع عليك تاني اصلاً اما نيجي نوضح الموضوع الميول والكلام ده نحن بس الاول بس هنتكلم عن شوية ملاحظات طبعاً اتفقنا ان لا يمكن الاتربة او التراب بتاعنا ان هو يتزن على مستوى رأسي يعني التراب بتاعنا لو عندنا حفرة بالمنظر ده حفارنا حفرة بالمنظر ده مينفحش لو عندنا تربة بتاعت التربة تراب التراب بتاعي مش هيقف الجنب بتاعي مش هيقف رأسي بالمنظر ده فهتلاقي الجنب بتاعي يهيل بميول لذلك ولكن إليه تطبيقنا في القطاع فيه يتباع الشبه من هنا فيه ميول وذلك وجهة شبه من هارف فيه لذلك من خاطر الثربة لا يتقفش على مستوى رأسي وهى اثبات قد تتزنه على مستوى رأسى وهى نهاره تراب على زاوية ميلة وذلك يأخذ الشكل الطربة فينا بياخد شبه من حالة من المنسوب بتاعتي هو منسوب البد و هذا تحوظ البيت ميل الأتربة نكتب الكبير أولا ثم الصغير يعني عندنا طبعا قلنا الميل بتاعنا من 3 إلى 2 فنكتب الكبير الأول وبعد ذلك السوائي يعني من 3 إلى 2 طيب التلاتة الاثنين دي تفسيرها ايه؟ ان احنا منمش 3 أفكي و 2 رأسي بقى 3 أفكي و 2 رأسي بقى كده جبنا الميل بتاعنا الطرعة بتاعتنا متمثلة حول محور اللي هو السنتر لين بتاعها لذلك يمكن راس من نصف الطرعة فقط زي ما اتفقنا ان احنا خدنا الرسمة اللي احنا رسمناها فوق دي كانت عبادة عن نصف طرعة يعني اتفقنا ان الطرعة بتاعتنا هنا نوقفنا هنا في المكان ده كده ورسمنا خط بالمنظر ده كده فلو ملاحظين هنلاقي الخط ده بيقسم لي الطرعة بتاعته لجزئين متماسلين بالمنظر اللي قدامنا ده بيقسم لي الطرعة بتاعتنا لجزئين او نصفين تقريبا متطابقين فمش محتاج ان نرسم النص ده فحنا محتاج نرسم نص واحد بس منهم يلينين ياشماك طيب بعد كده عندنا بيكلمنا طبعا ايه بيقولنا اول حاجة البد بتاعنا بنتنقل البرم وبعد كده البرم بالان البنك طبعا الكلام ده بنتنقل عن طريق ميول فبيقول لك ان الميل الاولاني ده بيسمي الميل الداخلي بيكون اسمه من الميل البد للبرم والميل التاني اللي هو الميل الخارجي تمام ان هو ده داخلي عشان هو بيكون قريب من الترع من جوا ده ده خارجي عشان اخطره بيكون ناحية التراب فبنسميه ميل خارجي فالميل التاني اللي هو الخارجي من البرم للبنك طيب نجي بقى نتكلم عن كيفية بقى رسم كل مساقط من المساقط اللي احنا تكلمنا عليها فوق طيب اول حاجة عندنا بنترسم اول حاجة هنرسمها هنرسم السنتر ليم بتاعنا الخط اللي بيقسمني الترع بتاعت نص ايه وبعد كده هبدأ ايس مسافه افرقية بتاعتي عندي بتكون المسافه دي نص عرض قطاع قاعد الترع بتاعتي اللي هو بي على 2 هو مديني مثلا في المسألة اللي فاتت كان مديني البد ويتس بتاعي 4 متر فعشان خطر كده احنا رسمنا ايه 2 متر طيب لما مشيت انا عندي ويست 2 متر هنسمي النقطة بتاعتنا دي نقطة ايه تمام وبعد كده هنري احنا عايزين نجيب المنسوب الثاني اللي هو منسوب مين منسوب البرمة بتاعه منسوب البرمة منسوبه 11 ونص طيب فانا عشان خطر اتنقل للباق للبرمة فانا محتاج ان انا اعمل الميل اللي ما بينه فلو فرض من الميل ما بينهم واحد لواحد تمام فانا همشي مسافه افقية مقدارها واحد واطلع مسافه رأسية مقدارها واحد طيب نقول لك يتم رسم 3 مستوات افقية يبقى انا رسمت الخط ده 9 وبعد كده هرسم الخط ده على طول اللي هو 11 ونص يعني ايسم من 9 ل 11 ونص ورسمت الخط وبعد كده اجيب البنك اللي هو بتاعي اس من 11 ونص ل 12 ونص اللي هو واحد ايه واحد سنطي أو واحد متر وبسكير واحد ايه واحد لمية رسمنا الخط ده يبقى انا كده اجيبت تلات مناسيب اساسي عندي واحد اتنين تلاتة فنجيب لبقى الميول اللي ما بينهم فنجيب الميول بتاعتنا ازاي يتم رسم ثلاث مستوات افقية اللي انا اتفعنا له من المنسيب الثلاث اللي هي القاع والمسطاح والجسر اللي هو بيت بيرن بنك المسافة الرأسية بينهم حقيية يعني هي عبارة عن ايه عبارة عن فرق المنسوبين 11.5 نقص 9 و 12.5 نقص 11.5 واحد بواحد حتى يتم عمل الميل الاولاني اللي هو الدخيل واحد بواحد ب نمشى مسافة قفكية منقدارها 1 ونطلع رأسي مسافة مقدارها واحد متر وقودي هن raison لنقص نقص مقطه من نقص نقص لو الميل نبعد جدنا نقطه اخرى لدينا بذات الميل المقطه ايه وانحاءة الميل اللي هي النقطه الي طلعناها مسافة 1 مسافة 1 متر او ال الواحد رأسي م Baba 1 سنترارة يتقاطع اتجاه الميل مع مستوى البرم في نقطة B يعني انا لما اصلت البرم هيقطع لي المسطاح هيقطع لي البرم بتاعي في نقطة اسمها النقطة البداية اسمها نقطة B بعد كده بيتم رسم الميل الثاني اللي هو ثلاثة لاثنين من نقطة ايه بردو يعني انا باجي لما ارسم الميل الثاني اللي هو ينقل لي بقى منين اللي هو ينقل لي الميل البرم لي البنك برسمه كام برسمه ثلاثة لاثنين وبرسمه برضو من نقطة ايه نقطة ايه طيب بيقولك برضو بنمشي مسافة افقية مقدرة ثلاثة وبنطلع رأسي اثنين تمام وبعد كده بيتقاطع الميل الثاني مع مستوى البنك في نقطة D طيب يبقى احنا مشينا كده ثلاثة من نقطة ايه نمش ثلاثة ونطلع اثنين نوصل ما بينهم تمام يبقى احنا كده يبقى احنا كده رسمنا الميل بتاعنا طبعا هيترسم المقف البداية لغاية لما نوصل لبيرم وبعد كده يكمل عدد الخط بتاعنا خط متصل لغاية ما يبقى اطاع لبنك بقى اطاع لبنك في نقطة D بقى دي بداية البنك بتاعيه طيب بعد كده عندنا يتقطع الميل الثاني مع مستوى البنك في نقطة D ومع البرم في نقطة C وقطع لنا طبعا البرم في نقطة C بقى المسافة C التي هي طول الميل بتاعي وتكون المسافة BC التي هي المسافة من B لل C هي عرض البرم بتاعي يتم عمل عرض البنك بتاعي وإذا لم يعطى بنقض من 4 إلى 8 متر طبعا هو كده كده بيبقى مدهولك داتا في المسألة فالعرض البنك بتاعي مثلا هو في المسألة بتاعتي دي مدهولي 5 متر نبدأ نقيس العرض بتاعنا المسافة من دي كده المسافة دي كده عبارة عن إيه؟ الخمسة متر بتوعي إسناهم وبعد كده نجيب الميل التاني اللي هو التفاقنا اللي هو نفس الميل ده ثلاثة أفقي ومن رأسي يبقى أجبنا نقطة تانية للميل ونجيب منسوب اللندن واقعه عندنا منسوب اللندن بتاعي 11.5 يبقى أنا هيسمي 9 إلى 11.5 إلى 2.5 وعمل خط وأوصل الميل وابدأ اشيل الزيادات بتاعتي بالإيه؟ بالأستيكات تحت بتاعي بعد كده بيتم كتابة المناسيب بين أقواس وبنكتب الميول وبنكتب العروض حالياً عеди كمساهمِ العروض أي أنتي مناسية تحتم Line كما'm look here ون صيب الائرこと كمساهم على مناسيبraw هذا ج It1 لذلك المناسيب الزيادة في نمع ال كمساهم المنصوب سنجد الى 2001 و triNAFO منصف البنك . عندى المصار 60 منصف الموزفج قدamنا الى الساعة اورواس القد débutا سنقوم بالمساواة بالClass Eropa سنكتب على الميل بالمنظر واحد لواحد نميل مع الميل ونكتب الخط ونكتب الرقم وعند الميل الثاني هو ميل ثلاثة الاثنين واميل معها ونكتب ثلاثة الاثنين يبقى ده الميل اللي هو سلوك فروم بيرمت وبعد بعد كده يتم عمل تهشير للأتربة في القطاعات وذلك بالشكل التالي نعمل تهشير تحت لان الترع تحتها تراب أو تحتها ايه طين فطبعا تهشير التربة بيكون عندنا نسمى بالمنظر اللي قدامنا ده بيكون عندنا في نوعين تهشير فيها عندنا بأن نعملها بالمنظر ده ونعملها بالمنظر ده ونشتغل عن النوع ده لان النوع ده الشكل ده من التهشير ده اللي الدكتور شرحوا في المحاضرة فنشتغل عليه اللي هو الشكل الاولاني ده طيب الاتشاكل ده بيتعمل ازاي بيتعمل خط ماي بزاوية 45 بعد كده بنسيب مسافة 2 ميلي ونعمل الخط الثاني موازي برده بزاوة 45 ملي وبعد كده بنسيب المسافة اللي هي الصغيرة المسافة ما بينهم دي اللي هي المسافة دي كده تبقى تقريبا 3-4 ملي وبرده بنجيبقى نعكس بقى اللي احنا عملنا ده نعكسه الناحية التاني بزاوة 45 ملي وبرده ننسيب 2 ملي ونعملت اللي بعده وبعد كده وهيكذا وهيكذا نبدأ نرصب جنب بعض بالمنظرة طيب تحديد الميول الجنوية للمعرفة فقط وبيعرفك كيف تجيب الميل الأولاني والميل التاني اللي هو الدكتور اصلا بيبقى مدهم لك في المسألة الكلام ده لو هو الدكتور مش مدهم لك الكلام ده المعرفة فقط احطا ان الدكتور مش هديك داتا محصة في المسألة طيب بعد كده عندنا تزيبقى تحديد المسافة افقية المسقطة لاي ميل اتفقنا من شويها ان نحن الميل ذاك ده اتفقنا الميل ذاك ده وينما يجي نبص عليه بالآن من فوق فهنا هنشوف المسافه الفوقية مش هنشوف المسافه ده فالميل بتاعنا حاجه بالمنظر ذاك ده هادي الميل ده ماجه أبص عليه من فوق كده بالآن هبدأ مش هشوف بس المسافه اللي هي الايه هسقط النقط دي كده على الأفقي فهشوف المسافة دي كده فإحنا عايزين نحسب المسافة X اللي هي الأفقي نحسبها ازاي فعندنا قانون بنشتغل به لأي ميل في المسقط الأفقي عايزين نحسب المسافة بتاعته القانون بتاعنا قانون ثابت بيقول لنا عبارة عن ايه النسلوك بتاع المسافة X بتاعتي بتساوي فرق المنسبين في الميل ثابتا هنا عندي أصبح منسوب 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 تعته مثلا لو أفترض أنميل ده اللي هو يربط لبد للبرم فعندنا منسوب المنسوب Watts فهنقول لمنسوب الترم yo men sueこれ ونضرب فourna بها في الميل عند الميل بتاعي 3 ال 2 الهو 3 على 2 في اللي هو عبارة عايز 1 ونصف ثبًا فكان عندنا المنسوب هذها مضروب في كام 1 بعض X طبعا هذه المسافة الأفقي المسقطة للمسافة المقلة المسافة التي هي و دي بقى هي هي عبارة عن المسافة الراصية اللي هو فرق المنصوبين بين بداية الميل وانحاية ويعني لو عندي هنا منسوب وهنا منسوب يبقى المسافة دي ويتها إيه عبارة عن المنسبة ناقص المنسبة طبعاً دي ما بنشوفهاش في الفروق المناسيب دي غير في البيلان إلا ما ينشوف فيه مسافات للميل لتشوف مسافات مسقطة مسافات مسقطة على الأفقي اللي هي بيتكون فرق المنسبين مضروف في الميل اللي ما بانه فيه يبقى القانون بتاعنا بقى قاعدة عمال مسافة الأفقية طبع أفكية يعني في البلان المسقطة لأي ميل بتساوي فرق المنسوبين اللي هو داية الميل ونهاية الميل مضروبة في الميل بتاعه أصلا اللي هو اي بيبقى مدهوية في المسألة ازاي بقى نحدد عرض البرم عرض البرم اللي هي المسافة المسافة دي دي مسافة بالنسبة لي اصلا هي مسافة أفكية فهو المفروض البعد اللي أنا لو بصيت عليها بلان من فوق فأنا المفروض ان اشوفها اصلا كمسافة حقيقية آه أن ساعدتها فهذه الماسافة. كيف أحسب الماسافة؟ أني هالبيرن هو مني Workers در منه مام pink وضيف الـ Bank وبمكان آردت من الماسافة بطبيعتها في سوق ما لدينا الماسافة إذا أسقت ا relatاب الـ stack فهو دى ادينا اثقاطه على الافكة دى اثقاطه على المساはいقطه على الافكة المسافة الكبيرة دى لو أن فطرحت المسافتين هاي ادينا الدينيо HOتحلاء لكن على وجهةً سيدينا باب quê طيب ما الاسقاطقه � snaёт انволدي اي ميل caught بادي وحاجة الاسقاطس إذا انفرى المل تتعلي الافكة فانا اقول فرق البد sake يداikkeب في النزر planned في مديني X1 والميل الثاني لأنه بدايته من بداية البد سيكون بداية البرم فالميل بالنسبة لأنه يكون يكون على الأفقي سيكون على مسافة X2 نفس المنصوب منصوب البيرم ناقص منصوب البد ناقص منصوب البد مضروب في الميل الثاني يديني اكس 2 نطرح ان اقولي اكس 2- اكس 1 يديني ايه؟ يديني اللي هو عرض البرم طيب فملخص الكلام ده كله ان احنا منكم القانون على طول لو انا عايز احسب اي مسافة افقية في البلان مسافة افقية يعني هي اصلا بعدها حقيقي مهيش مسقطة فبالتالي انا عايز احسب كلها فالقانون بتاع بيقولي ان هي عبارة عن فرق المنسوبين في فرق الملين اللي هي محصورة ما بينهم انا عندي هي البرم محصور ما بين المل ده اطرح منه المل الصغير وبعد كده اضربه في فرق المنسوبين اللي هوا من البرم لي البلد تمام? يبقى ده ايه ما بين ده ازاي نحس begitu عرض البرم بتاعنا في البلان تمام؟ هو نفسه برضو بعيد كده وقتنا ااااااااا طبعا اكما بقولنا ان الوحد الريب تتكون من 4 مساقط طبعا ال4 مساقط ان احنا اتفقنا ان احنا هنرسم 3 4 مساقط ان انا واحدا بيكلمك على ان فيه television وفيه بتاعته plan وال plan على يمينه side view وعلى شماله side view على اساس ان الترعة بتاعتنا بيبقى ليها حاجة اسمها down stream وحاجة اسمها upstream اللي هو المنبع بتاع الترعة والdown stream اللي هو المصب بتاع الترعة فبقض هو بيبص من ناحيتين فبيرسم اتنين side view لكن نحن نكتفي بصائد B1 نظر من أي اتجاه نجيب الصائد بتاعنا اثنين عندنا طبعا بيكلمك انه فيه بلان اللي هو بيديد مساكة أفكي للأطربة يديك اسقاط أفكي للأطربة اللي التراب طبعا عبارة عن مين فبيجيب لك المساكة أفكي بتاعته الميول بتاعتنا والمساكات الأفكية مثل البيرم وزي البانك وزي البد يبقى عندنا المساكة الحقيية فيه كمساكة أفكي اللي هي البد والبيرم والبانك وبعد كده الميول اللي بينهم ديبت بنكا اسقاط أفكي على أفكي اللي هي القانون بتاعها فرق المنسوبين مضروب عندنا في الميل وبعد كده عندنا الحوائط بتاعت المنشأ بتاعنا وهو عندنا المنشأ نفسه وبعد كده عندنا السكشن بنرسم بها حاجة اسمها سكشن إليفيجن قطاع رأسي ووضع فيه الأطربة والحوائط والمنشأ بتحبارته والمكونات لهذا المنشأ بتاعي طبعا أي منشأ بتاعتنا اتفع لانه بتكون من طراب اللي هو طبعا قبل ما اخش المنشأ نفسه بيبقى الترع بتاعتي ميول طرابية عليها قطاع الترع عادي اللي هو زي دا كده بالزبط لغاية لما اخش على المنشأ يبني بقى المنشأ بتاع المنشأ بتاعه واتفعنا انه هو بيعمل حوائط سندة ليريتين نقول لعشان خطر يمنع الطراب انه هو ينزد المجرة الماي بتاعه وبعد كده بيبني بقى جسم المنشأ نفسه اللي هو يبني بقى يصبه خرصانة سواء بقى يصب كاميرات وحط عليها بلطات وطبعا بيبقى عندنا البيرز البغلة لو انا عايزة اسم المجرى بتاعي لنصين وهتحكم في التصرفات وبرده بيقلل للبحر شوية فبيخف معي للتسليح وبيخلي الموضوع اقتصادي اكتر طيب بعد كده عندنا تلاتة هنرسم بقى حاجة اسمه الابستريم سايد فيو طبعا اهتفقنا انه احنا هنرسم مسقط ايه هنرسم سايد فيو واحد بس فاهملوش لازم الكلام ده كله وحنا بس هنتكلم ايه كمسقط واحد اللي هو سايد فيو يكون عباره عن مسقط جانبي للترع وبنقف على ايصار البلان ونرسم القطاع بتاعنا لك لما ساروك شرحه اللي هو المنسوب الواطي الاول وبعد كده من المنسوب العالي وهكذا موضوع بقى الموضوع الابستريم والداونستريم هو الترع بتاعتنا من ناحية مدخل المياه بتاعنا بيسمون المنبع والناحية التانية من الترع يعني لو ده اتجاه حركة المياه فده بي بنسبلنا منبع وده بي بنسبلنا المصابت بتاع المياه طيب فبعد كده بيقولك بقى ايزاين بقى نرسم البلان لو عايزين بقى نرسم البلان عندنا في بيقولك الطريقة الاولى من اسقاط النقط والمناسوب من سايد فيو طيب نرجع بقى لمرجوعنا كده سريعا في النقطة دي وبعد كده بتبدأ تسقط النقط دي في البلان على طول تاخدها كاي مسافات افقية كخطوط كده من النقط دي مباشرة في البلان وهو مثل الرسمة التي رسمناها وهو رسمنا هذه الأول وبعد ذلك سنقوم بإياد السنترلين و أسقطناها من ناحية الثانية و بعد ذلك النقطة سقطتها فوق هذا الخط وهكذا عندنا هذه النقطة سقطت فوق الخط و بعد ذلك الخط و بعد ذلك الخط وهكذا فهذا طريقة والمر مناسبت فوق لن أريد أن أتباه المعلوم في السنترل bermразiled سننظر ماذا小 volley مستعد قليلة وهذا هي الطريقة الشائعة للمل Political يعني لما نجي نرسم أي منشأ نبتل دائما بالبلان فالطريقة الثانية دي الطريقة دي اللي بتكامل معنا عندنا نرسم البلان اولا مع ملاحظة ان اي مسافة مسقطة في البلان بتساوي لو انا عندي بسقط مسافة زي ما اتفقنا من شوية دي مسافة الميول بتاعتنا لو انا عندي ميل اها عايز اسقطه اقبصله كبلان فانا بشوفك اسقطه فكيه اللي بشوف المسافة دي على افك بالمنظر دي فلق القانون بتاع فرق المنسبين في الميل طيب فطبعا اول حاجة طبعا نبص من فوق هنشوف الايه. نشوف نص البد بتاعنا امخدي التسنترلين في ثوات راشة وبعد وهنا نقيس نص البد بتاعنا جبلا نهاية البد وبعد كده هنلاقي ان انا عندنا في مسافة اللي هي مسافة الميل اللي ههينقلني من البد للبيرم. فطبعا اتفلنا ان الميل ا انا ان احنا نشوفه كمسافة افقية من behavior طبعا هنحسبه ازاي كيم Wool cau soci اللي هو مأبن هم مضروف في الميل فانا عندي المنصوب ده 16.5 والمنصوب ده 9 والمقوية الميل بتاعه 3 الميل فانقول 11.5 لو فرق المنصوبين 10.5 مقص 9 يديني 2.5 نضربها في 1.5 يبديني المسافة بتاعتنا دي اللي هي ايه المسافة بتاعت اسقاط الميل بتاعي الاولية طيب بعد كده عندنا طبعا البرم اتفقنا من البرم ده مسافة افقية يعني انا لما اجاب السلو المفروض ان انا نشوفه ايه كبعد حقيقي هو اصلا ده الميل اهو ترع بتاعتني وده البرم فلما قبصص مفروض اصلا تمام هشوفوا اصلا بيه طوله الحقيقي طيب هو مشكلته انه هو ايه اعايزنى يجيبي الميل بتاعه يعني اطول بالني ايه محصول ما بين الميل الاولين اللي هو ما بين الميل التاني اللي هو من ت La Bira اللي هو هينقلني من البرم الملين للبنج فبالتالي القانون بتاعه سهل جدا يقولك فرق المنسوبين في فرق الميلين منسبين ايه بقى اللي عندنا مقص منسب البرم وجد فرق الميلين اللي هو عما بينهم هو عما بين الميل دا والملد في فبلاخد الميل الكبير منهم أن نطرح منه الميل الصغير فالمسألة بتاعتنا البرم عندنا منسب البرم كان 11.5 ومنسب البرم عندنا كان 9 ففرق المنسبين البرم gäص 9 يدينا 2.5 تمام؟ 11.5 ناقص 9 يدينا 2.5 وبعد كده نتفنى بناملي بقى بناضربه في فرق الايه فرق المدين انا عند الملي الكبير فيهم اداء 2 الى واحد اللي هو اثنين و 3 الى اثنين الى واحد ونص ففي القول اثنين ناقص واحد ونص يبقى الكلام ده مضروب فيه اثنين ناقص واحد ونص اللي هي عبارة عن نص يديني واحد وربع متر اللي هو واحد وربع سنتي بسكيل واحد لمية فبالتالي يبقى المسافة دي بالنسبة لي واحد وربع متر او واحد وربع سنتي فبالتالي انا قدر تستنتجها بدون رسم بعد كده ما نتجي نتنقل من البرم للبنك فعن نتنقل برضو بميل اتفقنا اي ميل بيسقط فوقيا فرق المنسوبين في الميل فرق المنسوبين اللي هو المنسوبين اللي هو واقع ما بينهم ميل ده واقع ما بين البيت واقع ما بين البنك البنك منصوب 11.5 والبرم منصوب 11.5 فهنقول 12.5 نقص 11.5 يدينا متر بعد كده نضربه في الميل اللي واقع من بينهم فالميل بتاعنا اللي هو 2 فيدينا ان المسافة دي طولها 2 متر او 2 سنتي طيب بعد كده عندنا طبعا البنك طبعا هو بيبقى مديني لعرض بتاعه جبرا المدوية في المسألة بيبقى مديني لعرض بتاع البنك 5 متر فطبعا هو بيبقى معي كمسافة حقيقية لانه هو اصلا افكي فهنبص من فوق منه كل بساطة هاخد الخط ده هنقله بس او هقسم منه مسافة مقدرة 5 متر اجيب الخط التاني طيب الميل اللي بعده ده اللي هو ميل مين اللي هو بقى هنزلني من البنك للطربة او للأرض الزراعية اللي جمي اتفعنا برضه ان احنا لو الميل ده مش مدهولي ممكن ياخده ايه نفس الميل ده طيب هو مدهولي خلاص باشتال به الميل اللي هو مدهولي فبالتالي انا عند منزل للاند اشوف ايه الميل ده واقع ما بين مين الميل ده واقع ما بين اللاند والبنك فانا بالتالي انا هشوفه كاسقط افك فهو انا بنفس الكوانين اللي احنا عارفنا فرق المنسوبين في الميل يبقى فرق المنسوبين في الايه في الميل بتاعنا عندنا المنسوب الاولاني احداشر اتنشر ونص اللي هو العالي مقص الواطي 12 نص مقص 12 نص يديني 1 متر في الميل بتاعي 3-2-1.5 فيبقى عندنا 1 مضروب الواحد ده اللي هو عبارة في المنسوبين مضروب في 1.5 اللي هو الميل يديني ان المسافة دي كده دي عبارة عن 1.5 1.5 متر اللي هو 1.5 سمتي طيب بعد انت خلص طبعا ايه؟ رسمت الخط ده وكده نحط المنسيب بتاعتنا ما بين الاقواص زي ما احنا شاهدين كده وطبعا دي لاند فهي ممتده اللي هو ممتده جوه انا معرفش كممتده دي فطبعا ايه؟ انا مش محتاجين اللاند انا اقود بس الجزء منها بس اصغير بس اللاند جزء منها واحد صمتي ولا حاجه وارح عامل ايه؟ خط اطب المنظر اللي قدامه ده يبقى ده موضوع ده رسم البناء طيب نيجي بقى نتكلم بقى عن طريقة ايه؟ كيفية رسم اللي فيجن عندنا رمينا نسمي اللي فيجن سوف نقف كده ويكون اتجاه النظر بتاعنا اتجاه النظر بتاعنا كده بالمنظر ده اول خط هشوفه مين؟ هشوفه الخط ده كده ميرسم شخط المياد بشوفه الخط الاساسي اللي بعدة على الطول اللي هو خط الميت? خط الميت اللي هو بالنسبةل لان البيرم وبعد كده الخط Gotta spray HER على المستوى الرأسي كده بالمنظر ده وده كده نفس الكلام طيب المسافة ما بيقى عن المستوى الرأسي دايما بتكون عبارة عن فرق المنسبين فهي مسافة طبع المسافة بالنسبة لنا حقيقية فرق المنسبين اللي هو عبارة عن المنسب العالم ناس المنسب الواطئ ونبدأ نجيب الخط الثاني على طول يعني ده منسوب تسعة وده منسوب 11 ونص نقص تسعة يدينا 2 ونص رح قاية 2 ونص وجاء بالخط ده ورأسي بعد كده عند ده يدقى 11 ونص 12 ونص نقص 11 ونص يبقى عبارة عن واحد واجب الخط اللي هو النهاية بتاعمين بتاع البنك بتاعي واكتب بس عليهم المنسيب بتاعت ما بين اكواس كده كل واحد منسوب بتاعه وطبعا بالنسبة لنا كل المسافة دي عبارة عن مسافة مسافة ميل بس مسقطع على المسكة الرأسي فبالتالي مش ينفع ان احنا مسافة بالمنظر ده لازم نهاشر تشير ميوله عشان نعرفه اصلا ان هنا اصلا في ميول لكن لو سبناها بالمنظر ده معنى كده ان الترعب تحت كانت حاجة بالمنظر ده كده يعني ايه الجوانب بتاعاتها رأسية فاللي يبص كده هشوف الخط ده كده والخط ده كده فهنشوفهم مسافة رأسية فانا لازم احشر ايه تشير ميل بتاعي اللي احنا عارفينه اللي احنا نقوله دلوقتي كان من دلوقتي استقواعد رسمه وبنرسمه ازاي طيب بيبقى ده الميل بتاعي ونكتب طبعا عن الميل بتاعي الميل اولي مثلا كان 1 ل 1 الميل الثاني 2 ل 1 مثلا او 3 ل 2 اي ان كان الميل اللي هو من دوله في المسألة خلاص طبعا المسافات بقى اللي هي ده كده ده لها تكتب يعني المسافة ده كده وديما منكتبها بس احنا بنا عرفها نفسنا كده بنحسبها لعبارة الفرق المنسوبين طيب فانيجي نبص بقى سريعا نرجع لي الرسمة بتاعتنا فاللاحظ اننا هندقى ده خط البيت ده او زي ما انتفقنا المنسوب الاولاني اللي هو 9 وبعد كده هناخد المنسوب التاني اللي هو البرم الفرق ما بينهم عبارة عن 11 ونص فرق المنسوبين حسنا 9 ونص وهكذا المنسوب اللي بعده وبعد كده بنوقع الميل بتاعيبنا زي ما نشيفناها وطبعا ده الترعة بتاعتي ممتدة الترعة بتاعتي ممتدة فاكذا في الاتجاه ده كده الى ما للنهاية وفي الاتجاه ده كده الى ما لنهاية فطبعا انا باخد بس حتة بس من الترعة ب المنزر ده فابعمل اي خط اقطع كده وخط اقطع الناحية ده فباخد جوز بس من الترعة زي ما هنا شايفين ده بالنسبان اللي هو خط الهطا وبنكتب منظبنا هناكSAY من اطفاءنا اول شي نرسم خط البيد مع تششير الاتراب بتر tengahkuiki اللي هو من البيد في تحده طراب البيد تحته قاع التراع فتحت قال يكون ايه في مكان درع بإنجرد تشتير التراب بعد كده نرسم خط البيرن على بغض رأسي نرسم خط البنك على بغض رأسي بنرسم خط البنك على بغض رأسي سوفره المنسب بعد كده عندنا الملاحزات يقول بأنك لابد من اضافة الميل للألحتراب والحوائد مكتوبة عليها قيمة الميل وترشر الطراب فأنا لدي خلال ميل هذاطراب فلا لازم أرحل ميل الطراب وكتب الكيمة في كرنه لابد من كل وانكم جاء المنسيب ابأت قطع لنا buen لابد من كتاب المنسيب أو أكتب أي مسافة رأسية في الى المسافة يعني فإني لم أكن أكتب للآن ونجد من هذه المسافة وهنا أكتبي في ألسل المناسب وكذلك في البلان أكتب تلك المسافات يعني فإني أن مستفع منเอ facing to the land لن أكتب حسابات هذه المماية ولكن والأمكاد الحقيقة زيش وهو مدمين فكال cabele والمضيون نى مقدين العرض البيك فاانا لا أكتبك التى الرهي الذي في prizeiy اه solchen المنصوبين لا أكتب الحسابات دي ولا أكتبها كديمينشن أنا بس مجرد أن أكتفي بوضع المناسيب والميول اللي عندي والمسافات دي طبعا هي مسافات مستنتجة بعد كده عندنا بنتكلم بقى عن حاجة اسمها أنواع التأشير في التربة عندنا التأشير بتاعنا في أول حاجة عندنا التأشير والتراب بالنسبة لنا عندنا المجرى الماء بتاعي بالمنظر ده كده الترعة دي من تحت كده تحت عندنا هنا كده بيكون فيه تراب يعني الجزء ده كده تراب فبالتالي ما بنجي نحشره أو نعبر عنه فبنحشر بخط ميل بزاوية 45 زي ما اتفقنا حاجة بالمنظر ده كده هذا خط ميل بزاوية 45 طيب نعمل الخط كمان اللي بعده إن احنا نسيب مسافة 2 ملي ونروح نعمل الخط اللي بعده طيب بعد كده بنسيب مسافة مقدارها 3 أو 4 ملي ونجيب مقطة تانية هنا كده ونروح نعمل خلفين الميل بقى نعكس الميل بتاعني الميل ده كان 45 كده ده يبقى 45 اي ناحية تانية عليه طيب بعد كده برضه نسيب 2 ملي ونعمل اي ميل كمان أو خط كمان مهازي للخط التانية من المنظر ده كده يتكلم معنا برضه عن تهشير الطوب تهشير الطوب ده نحن نحتاجينه دلوقتي هو برضه للمعرفة تهشير الطوب لما بجأ قطعه في طوبة وينجي نهشرها نحن 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 نح بعد ذلك نعمل التأشير الخرصانة العادية لو انا لدي أعداد خرصانة وانا قاطع فيها يعني لدي أعداد خرصانة بالمنزر ده كده ديه قاعدة مسلحة وطبعا أي قاعدة مسلحة ونحط تحتها ايه منحط تحتها قاعدة عادية بالمنزر ده تمام؟ لما يكون قاطع فيها بنجي نهشرها بنهشرها نفس التأشير اللي قدامنا ده كده أو عندنا البغلة مثلا بالمنزر ده كده البغلة ده اسقط اللي هو الصيد فيو بتاحها وطبعا البغلة بتتبقى متشالة على طربة في وتتبقى متشالة على القاعدة بيتكون خرصانة العادية بالمنزر ده لما نأكلها بيانهشرها بقي الطريق اللي قدامنا ده ده اللي هي المسلحة ده تتبع برعان الزلاط ويقوم بقاعدة عبران رمل ده بيتهشير خرصانة العادية أو اللي هي بدون الحديد بعد كده عندنا لو عندنا قاعدة خرصانة مسلحة ونحشر خلاصان المسلحة التي هي رينفورس الكونكريت او الارسي من نحشرها بخطوط ميلة بزاوية 45 وطلعا عم نسيب مسافة واحد ميلة او اثنين ميلة ما بون كل خط والتاني تمام ونعمل خطوط ميلة بزاوية 45 طيب ميل بقى الاتربة التراب عندنا لما بنيجي نحشر الميل عندي ميل ترابي ميل ترابي عندنا بالمنظر ده كده ده ميل في الترابة بنقلني مثلا من البيت للبرم فنا طبعا عايزين نحشر ده كده بنجي نحشره التهشير بتاعه بيكون بالمنظر ده انا طبعا عارفين المسافة بتاعته في الأفق كاسقاط المسافة دي عباره عن فرق المنسوبين في الميل بنجي بقى فرق المنسوبين في الميل يبدان المسافة واي تمام باروح جاي المسافة واي دي ورح اسمها نصين بالمنظر ده يبقى ده عندي واي على اثنين وده واي على اثنين وعمل شرطو سياره لغاية الحنيل تمام لغاية الخط اللي قد ما أقسني مل المسافة دي اتنين قادي شرط طويل نوفي به ثانين ملي تمام بعض الشرط hug encourage الشرط Malaysia دي كلها نص المسافة دي انتت wouldsb 90 لغاية يتحسسسس vielä لكن الشرط hacوسيرة هي ربع المسافة الكلية والشرط طويلة هي نص المسافة الكلية ف habilعjut الليم مسافة دي كده نص الخط الطويل وهكذا بقلي ثم يتم وضع خطوط ناحية الخط يزول منسوب الأعلى يعني أنا عندي الميل بتاعي يربط ما بين منسوبين فيهم منسوب عالي ومنسوب واطي المنسوب ده الأعلى والمنسوب ده أوضع فبالتالي عندما نجي نبص عليهم كإسقاط من فوق فهشوف خط كده وخط كده فلما يجي نحط بقى الميل بتاعي محطش الميل بتاعي من ناحية ده غلط نجي نحط الميل ناحية الخط اللي منسوبه عالي تمام هو زي ما انتفقنا طيب نجي بعد كده عندنا ايه بعد كده عندنا بيتكلم معنا ميول الخرصان العادية أو الطوب أو الحوائط طيب عندنا طبعا كان فيه عندنا اللي هو لما كنا بنجي نرسم اللي هو الحيط السندة كان بيتبقى الحيط السندة بتاعتي حاجة بالمنزر ده كده الحيط السندة بتاعتي دي حاجة بيسمون جرافتي وال اللي هو اللي هو الحائط التساكلي بيكون معمول من الخرصان العادية تمام فلما بنجي نهشر الميل بتاعه ده الميل بتاعه ده بيتعمل دايما أو في الغالب بيكون أربعة لواحد أربعة لواحد يعني أربعة عندي بتكون مسافة ايه؟ أربعة مسافة رأسية وواحد اللي هو ايه؟ مسافة أفقية يعني ننمشي كده واحد وننزل رأسي أربعة ونشد ايه؟ ما بينهم ايه؟ خط كده يبقى ده الميل اللي اللي أنا محتاجه تمام؟ يبقى ده واحد وده كان أربعة طيب لما بليه بقى نهشر بقى ونعرف لما ليجي نبص كأس خط من فوق كده فأنا هشوف ايه؟ هشوف عندي خط كده؟ نبص كده من فوق هشوف النقطة دي خط الممتد الجوه وده خط ممتد الجوه وده خط ممتد وده خط اللي هو بتاع الايه؟ حدود الاعدة اللي شايلة الايه؟ الاعدة اللي شايلة اللي وده خط بالتالي الخط ده بقى والخط دولت لما ليجي نسقطهم تحت تبقى عندنا اهي خط هار وده الخطة طبعا الخط ده طبعا فيه ما بينهم ميل فأنا طبعا لازم احشر واعرف ان ايه؟ اللي بيعلمني او تبص على اللوحة بتاعتي ان ده فيه هنا ميول فالميول بتاعتي بتكون بقى ايه؟ بتكون خطوط كلها متساوية يعني فيش خط قصية وخط طويل هم خطوط كلها طول بعضها بتكون الخط طلقة ده بساو نص المسافة يعني عندنا ده المسافة دي عبارة ايه؟ ميل لانما يجي نرسمه طبعا اي ميل فالدنيا برسمه كأفوكي برسمه كأفوكي برسمه كأفوكي بتساو فرق المنسبين في الميل فرق المنسبين بتاعوا في الميل على طول يبقى انا جيبت المسافة اكس دي يبقى طول الشرط بتاعتي دي عبارة ايه؟ اكس على اثنين فعرفوش بقى طويل وقصير هو كله بنفس الطول طيب نيجي بعد كده عندنا حاجة اسمها التأشير بقى بتاع حاجة اسمها التدبيش التدبيش دي حجارة بتبطن جوانب الترعي انا عندي الترعي الجنب بتاعها بالمنظر ده لو انا سبته تراب بالمنظر ده سبته تراب فالله هيحصل ان الميا هتاكله يعني المياه ماشي يا جنب او عمله تعمل نحر في التراب تمام فيحصل تهييل للميل نفسه الميل بتاعها هوا وبالتالي باجي هنا ابدأ احط ايه ارص حجارة على الميل بتاعها بالمنظر ده كده حجارة هنا في الجنب عشان خاطر احافظ على الميل الترابي بتاعي ان المياه ما تسببش انهيار للميل وبنبطن بعض وساعات بيه الارض هي قدام ايه قدام اي منشأ مياه عندي براه جايل ما بطن قدام المجرى المية عشان المية ما تعدش من تحت المنشأ وتاكل التراب او تعمل حركة للتراب من تحت المنشأ وبالتالي المنشأ بتاعي طبعا هو مرتكز على التربة فبالتالي انت شدتوا التربة من تحت في المنشأ بتاعي يبقى عايم في المنشأ بتاعي ممكن ينهار او يتحرط من المكان بعد كده عندنا طبعا بيقول لك الحجرة تبطن جوانب بقعة الترعة وبتوضع امام اي منشأ راي ودي بتكون عندنا الحفاظ على الميور والقاع من ايه من النحر وده التشير بتاعها بيكون عامل زخالية النحر بيكون شكل سداسي بالمنظر ده كده ودي بتتهشر بالايد يعني ما بنقسهاش بالمسطرة عشان ما نضيعش وقتنا بالمنظر ده كده بايدنا تمام بس نخلي بس ايدينا نضيفة في الرسم يعني ما تبقاش ما ترسمش ويبقى الرسم بتاعك شكل وحش فارسمها بايدك او بس ايه خلي ايديك ثابتة وانت بترسم طيب ده بيقول لك زي الخلية النحر وبده بيكون على شكل ايه بيكون على شكل سداسي وطبعا ايه احنا ممكن نبص عليه سريعا كده على برنامج السكتش اب عندنا الميل بتاعنا اهو بالمنظر ده كده تمام فاحنا ممكن نور التشيير بتاعنا اه عندنا التشيير انواع التشيير اهو احنا ممكن ده شكل ايه شكل الميل بتاعي او شكل التشيير بتاع بالمنظر ده كده عم بنيجي على الجواني بالترعة بتاعتنا الجنب بالترعة بتاعنا اللي هو الميول وده بنيجي نا ايه نهاشر بالمنظر ده اللي اللي هو شكل السداسي عم زيه شكل خلية النحر ده شكل التشيير بتاعنا اه في ايه ترعة شكل التشيير بتاع التدبيش بتاعنا طيب يبقى ده الجزء ده احنا اتكلمنا عن اه مقدمة كده عن اه الراي اه المنشآت المائية اه اي ترعة طبعا اي منشأ فقلنا بتكلم بتكون من اي اعمال تربية فلازم الجزء اللي احنا اتكلمنا في الجزء ده مهم جدا عشان تفهم اي مسألة راي لازم تذاكر الجزء ده كويس وبكده هنكون انتهينا من الجزء الاول من الراي ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنتكلم عن رسم اللي هو السيفون اللي هي الصحارة اللي هو موضوعنا فطبعا لازم نراجع المحاضرة دي كويس جدا ونفهمها لان المحاضرة اللي جاية المفروض بقى ان احنا خلاص احنا عرفنا المناسيب وعرفنا القوانين بتاعتنا فاحنا هنطبق تطبيق بقى عملي على مسألة وان شاء الله باذن الله نتقابل في الفيديو اللي جاي باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته